سيد يا حبي يا رسول الله فضل رجب وأهم الأعمال التي يعني يجب أن يقدم عليها المؤمن في شهر رجب من صلاة وصيان عظيم احنا اتفقنا أنه شهر من الأشهر الحرم استفتحنا بالدعاء وتفائلنا أن الخير قادم إن شاء الله وأول نصيحة أو أول توجيه أو أول إرشاد من القرآن الكريم منها أربعة حرم ألف لا تظلموا فيهن أنفسكم خلاص لا للظلم أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلم إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك الله يسترك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي لا يا حضرت كفاية استب توقف ما ينفعش رقم واحد رقم اثنين النبي عليها الصلاة وأزكى السلام سؤل إيه أفضل الأعمال يا رسول الله قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا عدل له يعني لا مثيل له ما فيش زيه في زيه طيب إحنا بنصوم إيه إحنا بنصوم اثنين وخميس وثلاثة واربعتاشر وخماشتاشر واحد رحل النبي عليه الصلاة والسلام الباهلي والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين سلم عن النبي طيب سلام عليك يا رسول الله ويسافر الراجل رجع بلده وبعد سنة يا دكتور عمر جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدين النبي ما عرفهوش فالراجل بقول يا رسول الله حالاك مش عارفني ولا إيه فتا مين قال أنا الباهلي تا مين عمل فيك كده كان الراجل يا حضرت نحل جسمه خس إلا غير رأيتك كده قال له يا رسول الله أنا ما أكلت طعاما منذ أن فارقتك إلا بليل إيه يعني تصام السنة كلها لا السنة كلها ما تتصامش لا صام من صامت ضهر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ما استكمل شهرا كاملا إلا شهر رمضان ما فيش شهر في السنة كلها النبي صامه يا حضرات من واحد لحد 29 أو 30 ما صاموش إلا رمضان النبي صام رمضان كله إنما عدا ذلك لا ما نصومش شهر كان يصوم داود يعني النبي حيقول لنا بقى حنصوم إيد الوعد الاستراتيجية اللي نمشي عليها في الصيام فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل شهرا إلا شهر رمضان يبقى الواحد مننا ما يصومش شهر أكتر من شهر رمضان إلا اللي عليه كفارات يا دكتور عمر يعني اللي إيه اللي هيصوم شهرين متتابعين واحد عمل قتل خطأ مع ربيته بتاعف عليه شهرين متتابعين آه دا هيصوم ديه داسمه الصيام طب بالمناسبة في الإطار دا لو حد سقط منه صيام في رمضان سيدات أو يعني أصحاب يعني الأعظار هل لازم يصوموها قبل رمضان اللي جاي عظيم سؤال جرميل بالنسبة للقضاء اللي عليها أيام من رمضان الماضي يا حضرات فتر خمسة أيام عشر تيام خمستاشر يوم كان عمل عملية دي كان عندها أجازتها الشهرية لا دي كانت حامل لا دي كانت والدة لا دي كانت بتردع القضاء هل القضاء له فترة زمنية محددة يعني رمضان الف ربعمية ستة وثلاثين لازم أخلصه قبل ما يجي رمضان الف ربعمية سبعة وثلاثين ولا هو القضاء مفتوح فعدتهم من أيام إيه أخر والقرآن أطلقها وسبها لي مفتوحة عند رأي بقول له أنه هو ملوش فترة محدودة القضاء ده أثناء العمر كله يعني اللي عليه أيام من رمضان ولم يمكن ولم يتمكن أنه يقضيها قبل رمضان اللي جاي نقول له خلاص ما فيش مشكلة الدين مازال مترحل عليك يعني لسه عليك ما فيش مشكلة متى ما تيسر لك القضاء لكن هناك رأي فقه بيقول إيه أنه اللي لم يقضي ما عليه حتى جاي رمضان اللي جاي عليه وهو لم يقضي هيبقى لو عليه خمس تيام من رمضان هيبقى مع الخمس تيام عليه إطعام خمس مساكين طب لو عليه عشر تيام هيبقى مع العشر تيام عليه إطعام عشر مساكين يسميها فدية يا حضرات يعني هيصوم يوم ما كان اليوم اللي أفطره وهيبقى عليه كمان فدية فأنا عندي كده رأيين فقين يا دكتور عمر إنه لا ما لهش حال هل ناخد بيه والله على الإنسان أن يقلد رأي من أجاز يعني فيه ناس يا دكتور عمر يقول لك والله أنا بحب أبواب الخير أنا هخلي مراطي تصوم الأيام اللي فطرتها في رمضان ومع كل يوم هطعم مسكين دعنا بنأكل الناس الغلابة ويطعمون الطعام على حبي عايز عايز إيه بيتاجر مع ربنا وفيه واحد تاني يقول لك لا أنا ما عاييش هيا تصوم الخمس تيام اللي عليها وخلاص ده صحيح وده صحيح فالمهم النبي عليه السلام قال للباهلية بقى صوم 2 وخميس قال له طب أقدر أصوم أكتر من كده طب يبقى 2 وخميس و13 و14 و15 من كل شهر عربي ما عدا في زلحجة زلحجة له له أمر آخر 13 زلحجة ما يتصمش يا حضرات لأنه من أيام التشريخ لأنه عيد طب أقدر أصوم أكتر من كده طب إيه لا يصوم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما من ضمن اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك قالها النبي ثلاثا عليه الصلاة والسلام يعني الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم صم ويفطر صم ويفطر صم ويفطر لنما ما تصموش كله دا يبقى الصيام ومن صام يوما دا من أفضل القربات إلى الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجوع النار سبعين خير لكن صم ويفطر